وقعت وزارة التعاون الدولي التفاقية التعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية للمزيد عن هذه الاتفاقية ينضم إلينا الزميل أحمد عبد الرازق مرسلنا من مقر النقاد هذا التوقيع أو هذه الاتفاقية أهلا بك أحمد في هذه الجولة الإخبارية حدثنا بالتفصيل عن هذه الاتفاقية ما هي هذه الاتفاقية وطبيعتها والتمويل المقدم من قبل هيئة الجايكا اليابانية تحياتي لك همام وإليك ما يحدث هنا الآن هذه وزارة التعاون الدولي ويتم توقيع اتفاقية بين وزارة التعاون الدولي أو الوسيط فيها وزارة التعاون الدولي ومؤسسة أو هيئة التعاون اليابانية المصرية الجايكة دعنا نتعرف بمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذه الاتفاقية وما تم خلال هذا اليوم خلال هذا اللقاء الذي أتشرف فيه باستضافة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تحياتي ورحبك على شاشة أكسترانيوز وأطلعين إذا تفضلت عن طبيعة هذه الاتفاقية طبعاً نحن النهاردة سعداء العلاقة بيننا وبين الجانب الياباني علاقة ممتدة أكتر من 85 سنة المؤسسة التنمية اليابانية جايكة لها مشروعات عديدة في مصر في مجالات مختلفة التعليم المتحف المصري الكبير النقل وغيرها من القطاعات نهاردة بنتكلم على قطاع حيوي جداً كل العالم نهاردة بيكلم عن التعايف الأخضر والحكومة المصرية انتهجت نهج جديد لعلاقة بالسياسات للطاقة الجديدة والنظيفة فالنهاردة الاتفاق نتيجة عمل دقوب جداً من وزارة الكهرباء برئاسة الدكتور العزيز معالي الوزير محمد شاكر وأيضاً معالي الدكتور محمد معيد لأنه دعم موازنة تمويل تنموي منخفض التكلفة لدعم السياسات الخاصة بالطاقة الجديدة والحقيقة كان أيضاً ده جزء من حزمة تمويلية أكبر يمكن في 2020 كان مع البنك الأفريقي للتنمية فده دليل على أنه الشراكة الدولية مع شركاء متعددين بنقدر نقوم بدور مهم جداً في ما يطلق النهاردة بالتعافي الأخضر والحث على السياسات التنموية المهمة جداً اللي من خلالها بنقدر نحقق أهداف التنمية المستدامة سعداء بدأ هذا الاتفاق بـ 240 مليون دولار وإن شاء الله يعني التعاون مع الجانب الياباني هو تعاون مهم جداً يعني هي فرصة مع الوزيرة أن نحن نتكلم بالفعل عن التعاون مع الجانب الياباني ومع الجايكا تحديداً خلال العقود الماضية يعني التعاون المستمر وربما بدأ مرحلة جديدة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوكيو في بداية ديسمبر 2017 الحقيقة لما حركت بص على المحفظة مع اليابان وده متاح احنا يمكن في نهاية ديسمبر دشنا الموقع الجديد للوزارة وفي هناك تفاصيل عن كل شريك تنموي وعن القطاعات المختلفة بنجد أن اليابان موجودة معنا في قطاع الزراعة في قطاع الراي محطات ديروت في التعليم كلنا عارفين المدارس اليابانية موجودين معنا في فكرة المتحف المصري الكبير والشغل العظيم المعمول فيه فالحقيقة الجانب الياباني بيبقى معنا دائما في صياغة المشروعات التي تترأى للحكومة المصرية لزيادة النمو لزيادة التشغيل للالتحاق بعايزة اقول يعني فيمز أو العنوين الكبيرة اللي بينظر العالم إليها مع جمهورية مصر العربية يعني كان في رفتة طيبة كمان النهاردة في توقيع أثناء توقيع البرتوكول هو تسليم درع أو جائزة أو تكريم لإحدى الموظفات يعني حدثينا أيضا عن هذه التفصيل يعني الحقيقة طبعا وزارة التعاون الدولي هي وزارة عريقة مؤسسية في عندنا قطاعات متعددة قطاع أسيا هو قطاع مهم بيتعامل مع الشريك الياباني مع الشريك الصيني مع الشريك الكوري وغيرها والهند فطبعا النهاردة كان فيه تكريم للأستاذة مونة أحمد وكيل أول الوزارة لمجهودة خلال عشر سنوات في تنمية العلاقات مع الجانب الياباني وطبعا كان لها هي وفريق العمل دور مهم جدا في إنجاح المفاوضات الخاصة بتمويل اليوم فبنبرك لها وده دليل على أنه الشركاء التنمية دايما لما بيجدوا أنه العاملين في الوزارة بيدوا الدعم وبيدوا الأمور الفنية كثير من التدقيق فده أيضا بينعكس بالإيجابة على جمهورية مصر العربية فطبعا تحية لها وتحية لكل فريق العمل وفريق العمل في كل الوزارات لأن وزارة التعاون الدولي بتتعامل مع جميع الوزارات ولولا هذا التنسيق الفني والمهني والتفاودي ما ندرش نحقق مثل هذه التمويلات المهمة شكرا جزيلا على هذا القامة مع الوزيرة كنت معنا على الهواء إذن همام هذه الشراكة بدأت مع الجانب الياباني ربما منذ عام 1954 قبل حتى تأسيس هيئة التعاون الياباني المصري الجايك عام 1977 وشهد هذا التعاون مرحلة أخرى أو نقلة نوعية عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوكيو ديسمبر نهاية عام 2017 وهناك العديد من الشراكات في هذا الإطار نذكر منها بين الجانب المصري والجانب الياباني دار الأبرى المصرية الخط الرابع المترو الأنفاق هناك العديد من المشروعات والمتحف المصري الكبير والمتحف المصري الكبير أيضا ولزالت هذه الشراكة في تطور مستمر لما تراه هيئة الجايكة اليابانية من أن مصر هي محور ارتكاز التنمية والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط هذا هو المشهد أو ما يحدث هنا الآن وأعود إليك مرة أخرى همام أحمد عبد الرزق زميلي من وزارة التعاون الدولي شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المدخلة وطبعا شكرا ووصول الدكتور أراني المشروعات وزارة التعاون الدولي على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لكم